السلام عليكم ازايكم حبيبي عاملين ايه يا رب تكونوا كلكم بخير وفي احسن حال يا رب ان شاء الله اي رأيكم بقى نعمل مع بعض الوافل هنعمل من اول عجينة الوافل لحد التزيين ايه الاخير عملت معاكم شكلين اللي اتنين كانوا احلى من بعض والطعم كان حلو جدا الولاد اصلا بيتشجعوا لما بيلاقوا الحاجة شكلها حلو وفي نفس الوقت انت هتعمليها في البيت مش هتكون مكلفة خارس زي برا لو حسبتي تكلفة البيت وتكلفة القطعة الواحدة برا بيكون سعرها كامي بقى انت كذبانة علشان انت هتعملي الحاجة دي لولادك في البيت بنضافة البيت وربنا يحسن ما بين ايديك يلا بينا بقى نسمي باسم الله ونشوف مأدير عجينة الوافل معايا 3 كبات كبار من ايد ايه انا هقولكو المأدير بالكباية وهكتبها لكم بالجرام ومعايا نص كباية من النشا معلقتين كبار من السكر نص كباية زيت ومعايا كمان كباية ونص من الحليب ولست كمان هنضيف ميا واحنا بنعمل العجينة ومعايا كمان بيتين معلقة كبيرة من البيكنج بودر وحستخدم الفانيليا البودر هنحضر بقى بولا كده تكون واسعة وهنستخدم المضرب اليدوي مش محتاجين خلاط ولا اي حاجة العجينة سهلة جدا جدا ممكن اي حد ينفذها وممكن كمان اي حد من الولاد الصغيرين يقف يعملها لانها بسيطة جدا مفياش اي حاجة صعبة نساهل كل حاجة بقى على نفسنا ونفرح ولادنا حطيت كده في البولا الواسعة البتين وديت لهم رشة الفانيليا علشان تضيع ريحة الزفارة بتاعت البيت هفضل اقلب كده بقى بالمضرب لحد لون البيت ما يفتح شوية وبعد كده هحط عليهم معلقتين سكر بالنسبة للسكر احنا مش بنزود سكر كتير عشان عجينة الوافل ما بتكونش مسكرة قوي لكن عجينة البانكيك بيكون السكر فيها ازيت شوية نرجع بقى لمقادير الوافل بتاعنا انا دلوقتي دفت نص كباية الزيت على البيت ومكملة ضرب لحد دماء الزيت يندمج كويس جدا مع البيت وبعد ما اندمجوا مع بعض كويس جدا حنزل عليهم بكباية ونص من الحليب وزي ما قلت لكم لسه هحط مية بس مقدار المية بيختلف من نوع دقيق لنوع تاني تمام كده خلطت كل المكونات السيلة حبتدي بقى انخل الديق معي كويس جدا انا هنا باستخدم ثلاث كباية من الديق ونص كباية من النشا النشا بقى عايز اقول لكم بيدي ارمشها للوافل بتكون حلوة جدا جدا متخفوش من النشا وكمان بيبنع الجلوتن بتاع الديق فبيخليها تمام ومظبوطة بالملي حطيت بقى ثلاث كباية دقيق وعليهم نص كباية النشا وبعد كده هحط عليهم معلقة البيكنج باودر انا هنا وغدا معلقة كبيرة من البيكنج باودر معلقة كمان هرمية مليانة وهحط رشة الملح بس رشة الملح بحطها بعيد عن البيكنج باودر شوية علشان الملح ما يخليش البيكنج باودر يعني ما يبقاش نشط قويلة والاتنين على بعض ممكن البيكنج باودر بتاعنا حيتأثر برشة الملح وحيكون مش نشط بالدرجة اللي احنا عايزنا فنحط كده الملح على جمل هجيب بقى برضو المضرب وحبتدي ان انا يقلب كل حاجة مع بعض كويس جدا ما تقلقيش بقى العجينة بتكون تقيلة شوية طبعا زي ما قلتلك حنضيف المي الميا انا هنا جبت نص كوباية صغيرة الكوباية دي صغيرة بمقدار النص كوباية العادية اللي انتي ممكن تستخدميها عندك في البيت حضيف بقى الميا دي بالتدريج لحد ما تيديني عجينة انسية بي انا عايزة العجينة بتاعتها تكون كده مش تقيلة ومش خفيفة وحتشوفوا شكلها بقلب بالروحة كل التكتلات دي هتفك معايا ومفيش اي حاجة هتكون مكتلة بامر الله نقلب كده اهود كويس جدا تقليبة يعني بصي محترمة طبعا انا مش هعملها في الخلاط لان هي مش محتاجة خلاط افضل هي بالمضرب اليدوي كده كل حاجة بتكون تمام شايفين بقى العجينة بقت ماشاء الله حلوة جدا جدا هجيب بقى كده الاسباتيلا بتاعتي ولف كل ولف على الحروف والم كل الحروف اللي موجودة على الجوانب عايزة اقول لكم بصوا العجينة تحفة جدا ورحتها في منتهى الجمال رحت الفانيليا كده عطيالها ريحة تحفة جدا هسيب بقى الاسباتيلا وجيب بقى البلاستي كريب بتاعي وحبتدي ان انا اغطي العجينة دي ودخلها التلاجة ترتاح اقل حاجة نص ساعة قبل ما بتدي احضرها في مكانة الوافل تمام دخلتها بقى التلاجة وبعد ما ارتحت نص ساعة جهزت مكانة الوافل بتاعتي لازم تسخنيها الاول يعني تسبيها كده حوالي ديئة تسخن كويس جدا وبعد كده نصب عجينة الوافل عايزة اقول لكم بقى هنا معلومة للناس اللي بتزود عجينة الوافل في الماكنة ياريت طبعا منزودش كمية العجينة قوي علشان هتلاقيها خرجت كده من الجهاز بقى من ورا ومن الجواني وحتبقى الدنيا من الضبط معايكي خالص بصوا انا حطيت الكمية كانت في النص وضغطت عليها طبعا من فوق بتتوزع وبتكون حلوة جدا سبتها حوالي تلات دقايق طلعت لي بقى بالشكل ده عايز اقول لكم بصوا من جوة كده تحسوها شوية طرية من برم ارمشة جدا الريحة بتاعتها في منتهى الجمال هعمل تاني بقى المقدار وحكمل بقى انا بقية الكمية اللي انا هعملها اعملي الطبقات برحتك جدا انا بس اعطيتك فكرة العجينة وفكرة التسوية عايز اقول معلومة بس بالنسبة لعجينة الوافل الوكوان بتاعها كده مظبوط جدا لو انت خفتيها شوية هتبقى مقرمشة معاكي اكتر يعني كل ما بنخف عجينة الوافل كل ما هتكون معانا كريزبي اكتر فده انت بقى تتحكمي فيه على حسب العجينة بتاعتك انا بخليها كده واسط مش خفيفة قوي ومش تقيلة علشان تديني الحاجة اللي انا عايزها انا كنت عايزها من جوة تكون ترية شوية ومن بره تكون مقرمشة عملت بقى انا الطبقات ولازم نسيبها تبرد قبل ما نبتدي بقى نزين التزيين بتاعنا اللي هو بيبقى امر جدا هحط بقى الطبقات كده عكس بعض علشان بيدي شكل حلو كده واحنا بنقدم الحاجة دي لولادنا نقدمها لهم بطريقة هم يحبوها كان عندي ايس كريم فانيليا هجيب كده بولتين من ايس كريم الفانيليا واحطهم كده على الوش ولسه طبعا هحط شوية منه السوصات هستخدم اول حاجة السوص فراولة لو ما عنديكي السوصات ممكن تستخدمي مربة تخفيها شوية كده او تحطيها في محمام مية دافية هتلاقيها خافت معيكي وتستخدميها بدل السوصات هعملت واحدة بالكرامل وسوص الفراولة والتانية عملتها بسوص الشوكولاتة وزيني بقى الوش كده باي شوية فرماسيل عندك باي حاجة متوفرة عندك وعايز اقول لكم الشكل كان طحفة جدا والطعم كان احلى بكتير استني بقى ما تقفليش الفيديو علشان لسه هديكي طريقة اللي هي طريقة الكافيهات بالضبط احلى من طريقة الكافيهات كمان وزي ما قلتلك في بداية الفيديو ان التكليفة هتكون اقل بكتير هحط الوافل وهحط شوية كده من الكريمة دي الكريمة بتعم الفانيليا كريمة بيضة عادية خالص وممكن تستخدمي نوتيلا بيضة اي حاجة عندك استخدميها حطيت شوية من الكريمة وهحط عليهم كمان شوية من صوص الكرامل بيدو الاتنين ميكسة مع بعض في الوافل بيكون طحفة جدا وبعد كده ببتدي بقى حط الطبقات كده فوق بعض عكس بعض علشان يديني شكل حالو وبرده بكرر نفس الخطوات هحط شوية من الكريمة البيضة اعملها كده زجزاج عايز اقول لكم بجد بيكون طعمها حلو جدا انا عملت الاولانية الطبقات كانت بتاعتها من جوه سيدا لكن دي هحط فيها شوية من الكريمة وشوية من صوص الكرامل الوافل ده انا هعمله اربع طبقات الاولاني انا كنت عملت تلت طبقات بس كده انا حطيت الطبقة الاخيرة هحط بقى زجزاج كده حلو من الكريمة علشان ابتدي بقى ازين الوش بتاعي وعايز اقول لكم هنا انا هزود الكريمة شوية علشان هو ده اللي هيشيل معايا الشكل الاخير او الفنش الاخير بتاع الوش بتاع الوافل الطريقة دي بتتقدم في الكافيهات الكبيرة عايز اقولكم بيكون سعرها غالي جدا الناس اللي مجربوها طبعا عارفة سعرها بيكون كام لكن تكلفة الحلويات اللي انا جبتاها الحلويات دي كانت 12 جنيه الوافل طبعا ما كلفنيش برضو يعني ما كلفنيش العجينة بتاعته على بعضها بالبيت بكل حاجة من 20 ل 25 جنيه وقعدت معايا طبعا كمية كبيرة يعني انا عملتها في يوم وبقت معايا لتاني يوم المهم نرجع بقى للوافل بتاعنا بعد ما حطيت الكريمة حطيت نص سوس فراولة ونص التاني سوس كرامل هجيب بسكوت الوريو حطيدي ان انا ازينه كده في الوش على يعني خط مستقيم كده احط في الوريو التزيين طبعا بيرجع عليكي انتي وجبت واحدة من الدونات الجاهز هفتدي ان انا اقصرها كده وبصوا انا شغالة باختار بشوف انه يعني يكون انسب احط فيه الحاجة علشان في الاخر تدي معايا شكل حلو وجبت الشوكولاتية كده هقسمها برضو نصين على كل واحدة هحط نص وحبتدي بقى ارجع تاني اجيب الكريمة عايز اقول لكم ان الكريمة هنا بتدي بقى ميكس حلو جدا مع الحلويات انا كده ما مقفلتش الوش ولا حاجة انا كده بعملها بنفس طريقة الكافيهات لان ولادي كانوا طلبينها بالطريقة دي وحدي بقى على الوش كده على واحدة حدي سوس فراولة والتاني هحط عليها سوس كرامل وده خلاص كده كان الفينيش بتاعنا عايز اقول لكم حاجة سهلة وبسيطة وعملينها بادينا وضمنين النظافة بتاعتها تعموها حلو جدا وزي ما قلتلك لو انت تكليفة البيت هتكون اوفر بكتير من الجاهز اعملوها لولادكم وفرحوهم وربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا ويا رب يكون الفيديو عجبكم واشوفكم في فيديو جديد ومع السلامة